حدثنا وكيع وحجاج قال حدثنا شعبة وعن سماك قال سمعت علقمة ابن وائل عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل من خثعم يقال له السويد بن طارق عن الخمر فناهاه فقال إنما هو شيء نصنعه دواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي داء حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة وعن سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا قال فأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه أو قال أعلمها إياه قال فقال لي معاوية أردفني خلفك فقلت لا تكون من أرداف الملوك قال فقال أعطني نعلك فقلت انت عظل الناقة قال فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث فقال سماك فقال وديدت أني كنت حملته بين يدي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن علقمة ابن وإلن عن أبيه قال خرجت امرأة إلى الصلاة فلقيها رجل فتجلالها بثيابه فقد حاجته منها وذهب وانتهى إليها رجل فقالت له إن الرجل فعل بكذا وكذا فذهبوا في طلبه فانتهى إليها قوم من الأنصار فوقعوا عليها فقالت لهم إن رجلا فعل بكذا وكذا فذهبوا في طلبه فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هو هذا فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه قال الذي وقع عليها يا رسول الله أنا هو فقال للمرأة اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا فقيل فقيل يا نبي الله ألا ترجمه فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم لقد ترجمه فقال لقد ترجمه فقال لقد ترجمه فقال لقد ترجمه فأكد من فقط